في كنوز بناء الشخصية محتاج تفهم العوض لما ربنا سبحانه وتعالى يعوضك ان ساعات كتير ربنا سبحانه وتعالى وانت في وسط بلاء او اتخذ منك حاجة او تأخر عليك عطاء انت منتظره يكون ربنا اعطاك العوض وانت مخدتش بالك منه ان كتير بتتبعد لي مشاكل اقرالكم منهم مشكلة سائلة كريمة بتقول كل ما يحصل لي ابتلاء اقول اكيد ربنا هيعوضني عوض كبير على الحاجة دي هل ده طمع لان مش لازم كل حاجة يبقى ليها عوض في الدنيا علشان اكيد في حاجات ربنا هيعوضنا عنها بس في الاخرة اولا اجابة على المشكلة دي مفيش حاجة اسمها طمع غلط في ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال يدعونا ربهم خوفا وطمعا فانت اطمع في ربنا فوق ما تتمنى واعمل حسابك ان ربنا سبحانه وتعالى خزينه مليانة من البشر ومن الفلوس ومن كل عطاء دنيا واخرة فاطمع برحتك المهم بس ان الطمع ده ما يكونش فيه اذية لحد اما بالنسبة للعوض فانتظار العوض من ربنا عبادة انتظار الفرج يا عبادة ليه لان انا منتظر الفرج اذا انا على يقين انه جاي وده حسن ظن بربنا ودي من اجل عبادات القلوب بس الفكرة ان انا قاعد مستني لان عامل الوقت بالنسبة للبني ادم وخلق الانسان عجولة لو انت سألتني انت عايز ايه اقولك كل اللي اتمنى يجيب سرعة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نثق في اختياره للتوقيت فقال في القرآن وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم القدر ده توقيت وكمية وكيفية وبالتالي المشكلة دي الاجابة عليها لا انتظر العوض من ربنا سبحانه وتعالى بس العوض بييجي في اربع صور صورة الاولانية ان ربنا سبحانه وتعالى لو خات حاجة من الدنيا من ايدينا ممكن يدينا بديل لها احسن حكلنا ربنا عليها في صورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة فلما مات الولد ده ربنا بعت لهم خلفة تانية ولد بار وكان صالح لان الاولاني كان يجلس في الطريق فيؤذي الناس ويسرقهم فكان كل ما يسرق حد يدي عليه هو واهله وكان مشركا وكان ربنا يعرف ان هو مكمل كده فارد ربنا سبحانه وتعالى انه يعوضهم من جنس نفس اللي اتاخد منهم الولد اللي كان هيئذيهم لكن خيرا منه زكاة واقرب رحمة لكن المهم ان الواحد ينتظر العوض اللي من جنس الحاجة اللي اتاخدت منه او خسرها في التوقيت اللي ربنا يراه سبحانه وتعالى اما النوع التاني من العوض فان ربنا سبحانه وتعالى يقذف فقلبك الفهم للعطية اللي جوه البلية النهاردة لما دكتور من الدكاترة يعمل لك عملية جراحية فيها الام وفيها دم وفيها تكاليف مادية بس يشيل ورم انت شايف ان الالام دي فيها عطية لان تحقق منها باذن الله الشفاء فلما يحصل لك ازمة في الدنيا وربنا يفهمك العطية اللي جواها دا كافي ليك برضو ربنا ذكرها في قصة الخضر يم قال فأم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها دا لكان البلاء طب وليه تعمل كده ليه تئذي الناس قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وكأن كان فيه ازمة كبيرة جدا هتحصل وممكن يحصل لهم ابادة وقتل لكن حصل لهم ازمة في السفينة هتتأخر السفرية هيتأخر الرزق هيتأخر الخير احسن ما كان يحصل لهم ازمة كبيرة جدا في نفسهم او في السفينة كلها في المال ويتخدوا عبيد وكأن العطية لما فهمناها جوا البلية قلنا الحمد لله ان دا اللي حصل فكان العوض هو الفهم اما النوع الثالث من العوض هو ان ربنا سبحانه وتعالى وان ابقى المشكلة يخففها من على اكتافك باعطاءك نعم تانية او انشغالات تانية او يقذف في قلبك الزهد تجاه حل المشكلة دي ناس كتير ممكن بعد المرض لم يتم شفاءهم وعاشوا بالمرض او عمل حدثة وحصلت له عاها معينة عاش بيها في الاول كانت تقيلة على اكتافه اوي وكان فيه معاني كتيرة تشعروا بالعجز بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى رزقه التأقلم مع المرض مع العجز مع المشكلة المالية اللي غيرت مستوى معيشتهم وبقى عنده معاني تانية في الحياة مخليام استغني بالمعاني دي فخفت المشكلة وان كانت باقية وربك في القرآن بيقول ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وكأن حصل شيء من الايمان ان ربنا ارزاقه وسعى ولو خد من حتة بحكمته هيفتح ابواب كتير برحمته احد الصالحين كان مريض فواحد دخل عليه قاله انت مش موجوع من المرض فقال جسد يملكه ربه ان شاء عذبه وان شاء رحمه وان بعثه بعثه خلقا جديدا وإيه اللي حصل حصل نوع كده اكاينه طلع بره كده بيسموها بالكوني فيو طلع بره كده وبص على حياته هو العين ده ايه دي حاجة ربنا الجسد ده ملكي ربنا ربنا اللي بيملكه عايز يتألم شوية ارادته انا هعاكس ارادة ربنا عايز يرحمه ويشفيني هيعمل كده يفعل ما يريده هو ارحم بي من نفسي طب ولو مت خلاص يبعثه خلقا جديدا واروح بقى للرحمة الوسعة عند ربنا في الجنة في القبر وكأن قذف في القلب معنا كان هو العوض رغم بقاء المشكلة خلى المشكلة خفيفة عن الكتاف قوي اما النوع الرابع من العوض فهو العوض بالله سبحانه وتعالى من البني ادم يتملي قلبه بالاستغناء فقط بوجود ربنا في حياته وكفى بالله شهيدا شهيدا يعني حاضر اللي قال فيها سيدنا علي بن ابي طالب تحافظ اكتر مني يوم ما قال ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله واللي قال فيها سيدنا ابن عطاء الله السكندري ليخفف عنك ألم البلاء علمك بأن الله هو المبلي فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار انت عارف الشخص اللي مستغني بربنا وواصل لمرحلة عالية هنا أحداث الحياة كلها باللي فيها بالأشخاص عنده زهد فيها زهد يعني مش مثلا مش ما بيحبش الفلوس أو ما بيحبش البشر ما بيحبش الغنى هو بيحب ده كله بس جاية مرتبة تانية بعد ان ربنا في حياتي فما دام ربنا في حياتي يبقى اي حاجة تحصل أعرف أتحملها فاكن لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع إشاعة في غزوة أحد انه تقتل ففي ست جاية بعد ما الغزوة انتهت بيقولولها أبوك وأخوك وجوزك اتقتله قالت أين رسول الله أبوك وأخوك وجوزك اتقتلوا قالت لهم أين رسول الله أنا مش هستريح إلى لما شوفه والله لا يطمئن قلبي حتى أرى فلما رأته قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل جلل دي من الألفاظ اللي فيها معنايين كبيرة معناها جلل وصغيرة برضو معناها جلل فبتقوله كل مصيبة بعدك أوليلها رغم أنها أكيد في قمة الحزن على أخوها وأبوها وجوزها ولكن ولكن في الاستغناء برسول الله ودي مشاعر اللي دا أعرفها في ناس كتير منكم عندها استغناء بربنا سبحانه وتعالى قالها النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما الناس في الطائف ألقوا عليه الحجارة وعوروه صلى الله عليه وسلم في قدمه الشريف وسيدنا زيد بن حارثة برضو رأسه الشريفة فتحت وفضل صلى الله عليه وسلم يقول أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي ختم الحديث بإيه؟ قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وهنا دايما تطرد من قلبك لو عندك أي أزمة في الحياة إن ربنا غضبان دي فكرة شيطانية فكرة شيطانية لو في يوم من الأيام اتمنعت أي حاجة من الدنيا لو سمحت تحكمش على ربنا إنه غضبان طب أطمن إزاي لو قلبك موصول بربنا وراضي عنه يبقى إن شاء الله راضي عنه فدول أربع أنواع من العوض يا رب يعوضنا بيهم كلهم سبحانه وتعالى بالعطاء وبالاستغناء به وبتخفيف الحلم وبالعوض اللي احنا مستنينه كمان ودايما أشوفكم في ستر ونجاة وهداية وتمام الصحة والعافية شكرا